السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي يمين جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة نتمنى أن هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال برقعة واشتراكم ويدخلهم عليكم بصحة والسلامة يا ربي واليوم ان شاء الله سنشارك معكم مع السلطة من المعسلات المفضلة عندي مع السلطة لصيغار بعقدة الكوكوكوكت جيدة بزاف اقتصادية وشوف كتجي من قرمشة نسمع عليها التقرميشة كيديرا وخليكم معي بشوفوا الطريقة التحضير هنا نصف كيلو الكوكو بلاق شور نزيد عليه واحد جوج معالقة ديال الزيت النباتية من بعد ما كان مسحه بشي من الدراكة اللي كي يكون نقي سوف نحمره كف الكوكوت وممكن أن تدهنه بالزيت وقد تدخله الفران ولكن هذه الطريقة تجيني عملي وكتجيني أحسن لأن الكوكوكو لا يحتاج أنه يتحمر ضغية من هذه الطريقة يبدأ تحمر بحالة الشكل نحيده وكتجيني يحضر الحرارة ونجده يبرد جانبا بعد ما تحمرت هذه الطريقة تقرير من 10 دقائق سوف نحضر لنا الكوكوكوه اضعته عند العطار و اضعته معه 160 غرام سكر سنيده صراحة لم اصورتش و اضعته عند العطار و هو طحنه لي عقده بحل هكا كنزيد مع واحد معلقة كبيرة ديال كونفيتور و رسم معلقة دياله قرفة من الاحسن بما تديروهاش جوج معلقة ديال الزبدان و الزيت وجوج معلقة ديال مزهر بالنسبة للكونفيتور ممكن ان تبدلوه بنيس الكاراميل تعودوه ديال كونفيتور صافي كان دلكوا العقده ديال ما تلكوهاش بسه في واحد شوية اضعته بحلقه جينا و كان بدهو نشكلها كويرات ما بين 13 غرام 14 غرام الاحسن 13 غرام كتجي مناسبة ممكن تجيش القيز لوادك سري كنشكله مده بحلقه وكننغطيهم بشي بلاستيك هكا باش ما كنتنشفش لنا العقده ديالنا وكندوزو كانوا نصوبوا الورقة انا هنا عندي كيلو ديال الورقة استعملت فيها تقريبا 600 غرام ولا 650 غرام كنجيب بنا واحد departضية الي غلقهام ولكننغطيها مده احسن الورقة برجاء الدائهم اللي كي نخفل الصجعل شوية باشما ح богا شكش كنشبه بها خاصة لكي تكون قضية المحينشات او للقريوات او اما بحلها كان لصغر ماشي مشكل ضغيه كي يتقادتو سوف هناك نقسمها على 4 وكلوها مزيان في السلوفان باش هكما كتنشفش لينو كناخدو مناغي البرتية اللي غادي نخدمو بها هناك نفرقوها جهة الحرشة اللي كتكون الداخل والجهة الملسة كتكون من جهة الطبلة سوف نقضي ديك اللي بودان دينا ندرت فيها قياس ديلا صباعي بربعة بفطول دياله ممكن انكم تجي ديروما كطوال ممكن تديرو مقنينطات ديكش كي يبقى لكم على حسب الاختيار سوف نقضي واضح الورقة واحدة الورقة بالزيت وصوب هناك واحدة عاجز لا يفترون من دقيق ولماء باش تتساقش بكم على البيض حتى يصبح بخير بطبيعة حتى نقصح ورقة ثلاثوا مكين وضحوا فيها مع الماء الفاصل وضحوا يتساق ثم الزاكب لذا اتساق مزيان بكة نحن لكمية الكمية نحن نضيف ليلة كاملة الزيت تكون مدهونة و تراجعها ببعضة و بالنسبة لبنات لا تحتفظوا في الثلاجة و لا تنشفها في المطبخ و نضيفها في الفرن و نضيفها في الفرن و نقسمها بحلقة على 4 و نضيفها في الفريقون و نضيفها في الفرن هنا لدي مقلالة و بالنسبة لعسل هنا لديها كمية و تضيفها 3 قليات و نقسمها تقريبا على 3 أجزاء و بالنسبة لزيت نضيفها بفرنة و نضيفها و نضيفها و نضيفها و نضيفها و نضيفها و لا تضيفها على الريش و ترى صغيرة و نضيفها و تحتاج الناد و تنشف الناد و جنة تصوير واضح تحمروا في القليان مقارنة بالبريوات ولكن لا يوجد العقدة تحمروا في العسل كما قلت لكم قسمت العسل على ثلاثة سوف نزيد الجزء من العسل يكون بارد لكي تزيد وطرح لصيغار يسخنون ويجرون العسل نزيد العسل بارد لكي يبرد ويشربون لصيغار ندوز ايضا في المقيلة تقليدهم لكي تقلبون بريوات تحمروا في الفرشات الضغية ولم تحتاجون لتقلبهم بالنسبة لهذا فضروري أن تقلبوا ويجبون تقلبوا بها لكي يجبون تحملهم ويجبون اللون ندوز على هذه التطريقة نكملوا كمية اللي صغر لنا بالنسبة لهذا نضغطوا عليهم لكي يشربوا لنا العسل نزيدوا القلية الثانية نزيدوا من العسل البارد لكي يتقلل العسل كما قلية بالنسبة للقلية نضبطة تكون العافية أقل من المبتوسطة لكي يدخل معهم الطياب والورقة لكي نكملوا الكمية كاملة نحاولوا أن نغطسهم جيدا ونجعلهم يباتوا لكاملة قدم ما باتوا قدم ما كي يشربوا لنا العسل وذيك العقدة اللي كتجي لداخل ما كتجيناش ناشفة أولا كتجين قصح وإنما كتجينم عسلة أنا بالنسبة لي 500 جرام ديال كوكا وخدمت معاها 160 جرام ديال سكر سانيدا في النورمال في الأصل ركيدوا 250 جرام ديال سكر سانيدا ولكن ركي يجوا حلوين بساف ركتجي العقدة كتجي شارب العسل ديال سورت لكم في الفيديو وغنوريكم واحد المقطع هكا في الأخر الفيديو كيفاش كتجين أنا كندين لهم هاد الشكل باش يجونه كاملين مغاطسنا كيفا العسل وكنخليهم كي يباتوا ليلى كاملة أعد من بعد كنصفيهم من ذاك العسل وانتو ما كيفاش كيجون كيجي الشكل ديالهم صراح كيجي الشكل ديالهم واحد داك اللون كي ياخدوه من العسل وكيما قلت لكم أنا العسلي كندي في واحد طريف ديال الليمون ماش كيعطينا ذاك اللون اللي يجي هكي حزوين. كيجي م حمر بالنسبة للتاريقة الاحتفاد ممكن انكم تحتفض بيوم هكا في باط وكيجيو في الكونجيلاتور كتفرقوا بنتهم بلاستيكة ممكن انكم تحتفضوا بيوم يحتي في اللاجة من الأحسن الكونجيلاتور كيكونوا من حافظة داك العسل اللي يكون فيهم وبالنسبة للتزين اذا كنت تحتفضوا بيهم في الكونجيلاتور ف 所以 ما يحتاجوا أنكم تزينوا وهو كتبغوا تقدموهم تخرجهم تقريباً 5 دقائق أو 10 دقائق دغية تقدموهم بالنسبة للبنات التي تسولوني على حساب أنهم تكونجلوهم وباقي مطيبتهم بتاع ككرة تعمرهم بالعقدة وتديرهم في الكونجيلاتور والكيمية التي ستستمر مدة أسبوع تخرجوها وتقليوها وتعسلوها تقريباً نفس النتيجة أنا شخصياً هذه الكيمية التي أعطيت لي نقسمها من نصف نقوم بكف الفريقو نحتاجها مثلاً في ديامات الأخرى دي الرمضان وبالنسبة للكيمية التي ستحتاجها في 15 يوم اللونانية نقوم بها في تلاجة لا تتحفظ على تلاجة تحافظ على تلاجة تكون البطاك نسدوها مزيد و نعود نديرها في بلاستيك أخرى يعني باش ما يدخلش لذيك الريحة ديال تلاجة سوف نغطيوها نحلها معكم باش تشوفوا ديك التعليق و تشوفوا ديك العقدة ديال الداخل را تجي شار بالعسل و تجي مع السلام فكنتمنى أن الفيديو ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم فتجربوا الوصفة و تخليلوا ديالت لكم وانتر كيف أشجاتكم و مرحبا بيكون لكم أنت أول مرة كتشوفوا القناة ديال فمرحبا بيكون ديو ضغطوا على زر الاشتراك و فعلوا زر الجرس باش يوصلكم قاعد جديد و مبقى لي غير نقول لكم بس حاول راحة